خلص بس 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 يا ربي يا ربي يا ربي على كرم أهل حايل يا ربي على كرم أهل حايل يا ربي يا ربي والله أن الواحد يخجل الواحد يفكر أنه إنسان كويس وإنسان فيه الخير يوم يقابلهم يدري أنه يعني عشر من طيبهم ومن كرمهم والله هنا ما تنقال بوجوههم هذا الحق وهلو هلو حياكم والله بحلقة جديدة من على فين لسه مكمنا معاكم المشوار في السعودية وهالمرة من شمال غرب السعودية مدينتنا لليوم من الناحية التاريخية مروا عليها عاد وثمود وإرم من بعدهم الطائيين والعباسيين من الناحية الجغرافية تحتوي على أكبر جبلين اللي هم أجوا وسلموا فيها النفوذ الكبير من الناحية الإقليمية هي سابع أكبر منطقة في السعودية جوها معتدل بالصيف وبارد بالشتاء حياكم الله في عروس الشمال وبوابتها حايل يقول لكذا تبقى تتعرف على أي مدينة لازم تمشي بشوارعها تسولف مع ناسا وتاكل من أكلها الشعبي وعلشان كذا اليوم جينا وبدأنا مشوارنا من الأسواق هذا السوق يفتح من الساعة ثمانية الصباح وما يقفل إلا قريب الظهر بعد كذا يقفل له ساعتين ثلاثة يرجع يفتح مرة ثانية عند العصرية عندنا سوق برزان الشهير في ملبوسات نسائية في ذهب في أقمشة كل احتياجات الرجل والمرأة لكن على اليسار عندنا السوق الشعبي في حلويات شعبية في أعشاب عطرية وفي منتوجات كثيرة وبهارات تشتهر فيها حايل تعالوا نكتشف ونجمع بعض الهدايا شفتوا هذا؟ هذا السمن هذا السمن البلدي يبوعونه لسه في نفس القربة القديمة يا هلا يا هلا أم بدر يعطيك العافية صبحك الله بالنور والسرور إن شاء الله نحن على الخير والنعم وش ده الريحة الخنينة وش ده الزين هذا خير ربك هذي كليجة حايلية وش ميزة صلحة بالطمر وصلحة سادي ما شاء الله تبارك الرحمن هذه هي العجينة تقولين تسوونها شوية سايلة بسم الله الرحمن الرحيم ومبدر إذا أدمنتها وش يجيبني لها مرة ثانية هشة جدا أقرب إنها تكون خبزة من إنها كعق قاسي أنا أتوقعت ممكن تكون قاسية شوي رائعة ريحة السعادة وطعم السعادة يسلم الأيادي شكرا لك يا أم بدر وبحركة جدا بسيطة وعلى رجولكم تقطعون من السوق الشعبي وتكونون بوص سوق برزان أهم منطقة تجارية في حايل صحيح إن حايل فيها مجمعات تجارية كبيرة في أهم الماركات والمحلات التجارية العالمية بس هذا السوق له أهمية جدا كبيرة يتميز بأنه مناسب للنساء للرجال والأطفال ما في عروسة في حايل إلا تجيب جهازها من هذا السوق لأنه فيه فساتين فيه أقمشة وفيه الدهب الحايل المميز اللي رح نكتشف مزايا والف الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله محمد المشد كل اللهجات بلولش بظغرط وبغطرف النفسي أنتم متخيلين أن الوحدة تلبس الرش رش بهذه السهولة أنا صارت معي قبل 17 سنة والحمد لله لكن من قل عقل مدري وش تجاني بحت وبعتها على أساس أنه لا ونبغى الستايلات الجديدة وهذا ما ينبس إلا مرة في العمر وبالأفراح وبالمناسبات أنا الحين أعترف بعد كل هالسنين أني قليلة عقل المفروض الوحدة إذا جابت شبكتها أو طقم عرسها ما تفرط فيه بثاتا إلا بالشديد القوي قولي أنت وش رايك؟ ألا والله بالعكس كلامك منطقي هو عين الصوار يعني قوله زينة وخزينة الزهب معروف أنه زينة وخزينة هذا اللي علينا نسميه رش رش ويا هلا ويا غلا ويا مرحب صحينا ودقهوينا ورحنا السوق الشعبي وصرت حايلية شمرية على كيف كيفكم علشان تفهمون العادات والتقاليد والأصول للبيت الحايلة وكيف كانت الدنيا زمان أنا عزمتكم على حير السرور حير السرور مزرعة خاصة حولها مطلق إلى مكان للتراث وإلى القصص اللي تروى عن البيت الحايل مكان جدا مميز لكن تفاصيل أكثر رح يخبرنا عنها أبو مشعل يا هلا يا هلا حياة الله يا شمرية اي والله شمرية ولا منب شمرية جارتنا البركة ونمرو السمارة يا سلام ها خدت الشهادة الأصلية الحمد لله بخير الله يزعدك جارتنا البركة يا هلا ومسهلة وغلا بالمهلي مزرعة خاصة حولتوها إلى بيت تراثي حايلة أصلي متعوب عليه خاصة بالمدينة مدينة حايلة ليه؟ هذا تراث فكرة للأخ مطلق أبو ناصر ايه؟ احياء يا طيبة العمر احياء لأتراث آباءنا واجدادنا وبنفس الوقت حننا عشان لا نسلب فكرتهم وحقوقهم ولذلك جسدنا جميع الأشياء اللي كان متواجدة جسدنا في قرية واحدة هذا يحكي مدارس المدارس الأولة هذه صاحبة البيت اللي هي الأم هذا مطبخ أمهاتنا هذا فيه في جميع الفنون حيات صلى الله خارث البزيعي خارث البزيعي وش هي؟ خارث البزيعي تشمل أدة حوايل في رامتهم متعاونين فيما بينهم شبتهم الحال وجماعة يطلعون للبر الجميع ويطلعون لكل ما كنت إنما الحالة هذه اللي تحتوي على هالعوائل هذولا يعني كمباوند بمفهومنا الحالي نعم نعم هذه هو حيها هذولا أولادهم اللي عنده سيكل اللي عنده سيكل زين السيكل البناء هذه تلعب لعبة توسيء العتة العتة عارفين العتة أعتقد أن توقع لي يرمون الحجر ولازم أنها تنتظر علي هذا المينتظر الأسهل لما تنتهد هذه الأم هذه جاية من السوق تقضي حاجات أشياء يمكن عندها عيد بكرة يمكن عندها حاجة ثانية تقضيتم بعض الأشياء لموروا لبيتها جميل طبعا هذا هو الحي اللي حتى عليك بيوتهم هذا بيوتهم هذا بيت عائلة وهذا بيت عائلة هناك بيت عائلة هذا هو الحي اللي نسميها الحي وهذا يجلس فيه الشايب أو دعنا نقول أنه مشرف الحي أو وقتها العمدة لا لا لديكم عمدة لكن الشايب يقعد كان سيبا هذا يجسون بعضهم بالمشري عشان الشمس إذا كان في الشتاء يأخذ فيتامين دال نعم يأخذ فيتامين دال مجانا يا سلام مجانا نعم تفصيل تجسيد مكلف لأبعد الحدود والدخول مجاني بارك الله هي جماعة الخير دخول مجاني يا أمفيصر هذا يحتاج صيانة يحتاج ترميم يحتاج رعاية يا أمفيصر أبي قولك كلمة أرجو لا يدور شيء براسة شيء اسمه ماديا حيننا اللي ندفع المادة من جوبنا من أجل إسعاد الناس المعارف والحلاقات مع الناس الثاني شرواكم يعني هذا يكسبنا يكسبنا حلاقات مع داخل المنطقة ومن خارج المنطقة ومن ضر المنطقة هذا أكبر ربش لنا هذه غرفة العروس تجهيزاتها كاملة متكاملة وقصص لازم إنها تروى هنا الزواج أو عقد القران يتم بنفس الليلة اللي يصير فيها الزواج مو قبلها بسبوع قبلها بيومين لا الرجال يجي يجيب جماعته معه وإمام المسجد هو اللي يكتب عقد القران يجتمعون بهذه الغرفة فأحيانا يصير في مواقف محرجة يصير في طلبات مكلفة رجال خذوه فأقول له ما يمدي إنه يتكلم ولا إنه يقدر يرفض أي حاجة برضو من القصص الجميلة اللي موجودة في أعراس حايل كل ياخذ المراية من جارة أو من الأسواق المحيطة من حولها فقط لتزيين الغرفة في ليلة الدخلة هذه طبعا تعتبر من أهم التجهيزات وأكيد عطورها إكسسواراتها جهازها بالصندوق ملابس الزوج ويا عسى مبارك وسعيد على العجسان قلعت أعيرف التاريخية بوسط مدينة حايل انبنت بداية القرن الثالث عشر الهجري بنيت لهدف الحماية والتحصيل ومراقبة خط التجار اللي كانوا يزورون حايل من زمان وعلشان كذا إطلالتها جدا مميزة تشوفون المدينة تشوفون المزارع وتستمتعون بأحلى الإطلالات من ناحية التحصين فيها ثلاثين برج للمراقبة وارتفاعها خلنا نقول حول ستمية وخمسين متر هذا المدفع ما كان للدفاع هذا المدفع إلى وقت قصير جدا خلونا نقول تقريبا 18 سنة كان لا يزال يستخدم كانوا يستخدمونه لإعلان دخول شهر رمضان الأهلة الأعياد والمناسبات الرسمية السلام عليكم خلصنا من جزء الحماية جينا للجزء الثاني من القلعة واللي يعتبر من أهم الأجزاء هنا القادة أو الكبارية كانوا يتحصنون في هذه الجزئية من القلعة لو تلاحظون الأبواب الخشبية ما زالت على ما هي عليه هذا البرج اللي وراي أو المنارة مكونة من ثلاث طوابق وفيها أعلى مطل للرقابة راح تحصلون تفاصيل كثيرة هي نفسها على ما هي عليه من قدين ورح تلاحظون قوة التحصين ومكانتها سبحان الله من زمان شي جبار إذا كنتوا من محبي الإطلالات أنا للأسف ما رح يصعفني الوقت بس لو تلاحظون هناك بعيد في مطل اسمه مطل السمرة في مقهة وفي منتزة وفي ألعاب للأطفال أنصحكم أنكم تزورونا إذا جيتوا الحايل على فين؟ أنا مكملة معاكم المشوار على طريقة الخاصة الله على البال كل التفاصيل على البال معقولة يا جماعة أحد يطيح في غرام مدينة من أول يوم زيارة لها هذا اللي أنا حسيت فيه في حايل من أول ما دخلت الديرة وهم كرم وضيافة ولسان عذب ويا بعد حي يمين ويا بعد حي يسار وكلام يرد الروح بعد حي كلمة شهيرة هنا تعبير عن المودة وعن الحب وعن الإخاء قالتها بنت حاتم الطائي لما قالوا لها أن أخوك عدي راح لبغداد للعراق فمن وجعها قالت يا بعد حي يعني تقدرون تقولون مثل ما يقولون الشوام تؤبرني لكنها بالسعودي أنا طحت بغرام حايل وبرد وشبت نار وقهوة بكرة مشوارنا يتجدد بعلفين ونكتشف حايل أكثر وأكثر تصبحون على خير